بسم الله الرحمن الرحيم أيها الأحبة في الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم سوف نعيش مع بعض أسرار الجزء الثامن من أجزاء القرآن الثلاثين لنثبت أن كل جزء فيه إعجاز علمي وليس كما يدعي بعضهم أن الإعجاز فقط محصور في آيات محددة كل آيات القرآن أيها الأحبة فتش في أي آية تجد فيها إعجازا علميا أو تشريعيا أو نفسيا أو غيبيا لنتأمل هذه الآية العظيمة الله تعالى يقول فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون سورة الأنعم الحقيقة هذه الآية فيها حقيقة علمية لم تكتشف إلا في العصر الحديث الآية تقرر أن الإنسان الذي يصعد أو يرتفع في السماء إلى الأعلى يضيق صدره لماذا؟ لم يكن أحد يعلم حديثا اكتشف أننا كلما صعدنا في طبقات الغلاف الجوي للأرض يتناقص الضغط الجوي وتتناقص نسبة الأكسوجين في الهواء وبعد حدود معينة نجد أن صدر الإنسان يضيق جدا ويختنق وينتهي بالموت لذلك الذين يتسلقون الجبال العالية يستحبون معهم استوانات أكسوجين للتنفس لكي لا يضيق صدرهم هذه الحقيقة أنبأ عنها القرآن قبل 14 قرنا ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء سبحان الله في هذا الجزء أيها الأحبة سورة عظيمة هي سورة الأعراف فيها آية عظيمة يعني لو أردنا أن نتحدث عن إعجازها لننتهي تأملوا معي هذه الآية الله تعالى يقول إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين سبحان الله تأملوا هذه العبارة يغشي الليل النهار لم يقل يغشي النهار الليل لماذا لأن العلماء اكتشفوا أنك عندما تصعد خارج الكرة الأرضية تجدها مغلفة بالظلام تظهر أمامك كرة عليها طبق رقيقة جدا من الضوء أو من النهار ومباشرة يأتي بعدها الظلام سبحان الله من كان يعلم أن الليل يغشى النهار وليس العكس من كان يعلم زمن النبي عليه الصلاة والسلام إن هذه الآيات أيها الأحبة والله تأتي اليوم لتشهد على إعجاز هذا القرآن العظيم والحمد لله رب العالمين ترجمة نانسي قنقر